موسيقى 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 وهكذا تدخل في حالة روحية كويسة اسمها شركة الروح القدس شركة ايه الروح القدس واعرفوا ان الحياة الروحية كلها كلها تتلخص في الكلمة دي وحدها شركة الروح القدس الروح القدس يعمل فيك ولكن ايضا يعمل معك ويعمل بك يعمل معك اشتغل معك دي شركة الروح القدس ويعمل بك يعني ينفذ ما شئته عن طريقك دي شركة الروح القدس ولذلك كانت من ضمن البركة الرسولية التي تعطى في اخر كل اجتماع نقول محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم يعني البركة اللي يعطيها الكاهن في اخر كل اجتماع ان يطلب ليك شركة الروح القدس في حياتك طب واه داني بس الشركة بالاضافة الى الشركة انك انت تنمو في علاقتك مع الروح القدس تنمو ايه في علاقتك مع الروح القدس وبعدين وبعدين تأخذ ثمار الروح في حياتك ثمار الروح في حياتك ثمار الروح موجودة في غلطة خمسة اتنين وعشرين وثلاثة وعشرين ثمر الروح محبة وفرح وسلام وطول اناه ووداع وتعفف وصلاح وابن الاخ ولطف فيبقى شركة الروح القدس وثمار الروح القدس من ضمن الاشياء الاخرى التي يعملها الروح مواهب الروح القدس ان الروح القدس يعطي للانسان مواهب اصحاح المواهب في الكتاب المقدس هو كورونسوس الاولى الثلاشر على طول كتب كورونسوس الاولى ايه؟ اتناشر يقول انواع مواهب موجودة ولكن من الروح واحد يقاسما لكل احد حسب نصيبه من الايمان يعني الروح القدس بيقسم على كل واحد حسب نصيبه من الايمان بيعطي البعض بالروح حكمة بيعطي البعض ايمان بيعطي البعض قوات وعجائب بيعطي البعض شفاء مرضى بيعطي البعض السنة ترجمتها او على الاقل المواهبة دي كانت موجودة في العصر الرسولي مش محتاجين لها الوقت لكن كل المواهب هي صادرة من الروح القدس فلو قلنا برضو ان في رسالة يعقوب اصحاح واحد بيقول كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي نازلة من فوق من السماء من عند ابي الانوار وفي نفس الوقت المواهب من الروح القدس يبقى دي اثبات لهوت الروح القدس لان اذا كان كل موهبة مصدرها ربنا والروح القدس مصدر كل موهبة يبقى دا دليل اخر على لهوته كن ان هو المحي ومقيم الاموات دا دليل على لهوته وكون ان هو بيعطي المواهب والمعجزات دليل على لهوته لغاية لما يصل الانسان الى حالة من النمو والكمال لدرجة نسميها الامتلاء من الروح القدس الامتلاء من الروح القدس انسان يمتلق من روح الله ونشكر ربنا ان اول ما جاءت تباشير العهد الجديد جاء معها الامتلاء من الروح القدس نبص نلاقي عيلة واحدة اكبر عيلة الواحد شافها في الكتاب المقدس كله من اولها الاخيرها كده امتلاء من الروح القدس عيلة زكريا الكاه قيل عن زكريا الكاهن انه امتلأ من روح الله واتكلم وقيل عن الى صبات لما زارتها القديسة العزراء انها امتلأت من الروح القدس وتنبأت هي رخ وقالت من اين لي هذا ان تأتي ام رب الي ويوحدنا المعمدان من بطن امه امتلأ من الروح القدس عايزين عيلة اكتر من كده الامة يمتلق من روح القدس الاب يمتلق من روح القدس الابن من بطنمه يمتلق من روح القدس كانت هذه تباشير العهد الجديد في الامتلاء من الروح القدس وبصرنا لان الروح القدس قاعد يشتغل في الكل بقى على طول من جهة العزراء الروح القدس يحلوا عليك وقوة العليت وظل لكوا الاخر والروح القدس قد صبطنا العزراء وكون لها ابن دا كلها وهم لها من الدعم ونسمع عن سمعان الشيخ ان رجل كان فيه روح الله وجاء بالروح الى الهيكل وقوحي اليه بالروح وحصل له بالروح كشف وشاف ايه اللي حصل بدأ الروح القدس يشتغل قبل يوم الخمسين دا يوم الخمسين بقى الروح القدس ملأ الكل هنا ونسأل نفسنا سؤال مهم المسيح اعد التلاميذ اعدادا قويا تلمزهم ثلاث سنين بكل روحانية وبكل علم ومعرفة وبكل تأثير وبعدين وبعدين قال لهم لا تبرحوا أورو شليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي طب وإيه هي القوة ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لشهود ولم تبدأ عملية الكرازة وبناء الكنيسة إلا بعد حلول الروح القدس دي توري ايه اهمية الروح القدس ان الكنيسة ابتدت بعمل الروح القدس دي يخلي كل واحد فينا لازم يفكر عن موقفه من الروح القدس ايه موقفك انت من الروح القدس ايه موقفك من الروح القدس هل الروح القدس يعمل فيك وهل الروح القدس يعمل بك وإيه علامات الروح القدس في حياتك وإيه السلبيات وإيه الإيجابيات اللي عايز أقوله في كده الآن أنت جسد وروح وروحك لها طاقات عجيبة عجيبة جدا أنت لم تكتشفها بعد بدليل أن فيه ناس غير مؤمنين ويمكن ما يعرفوش الروح القدس خالص ولكن بيستطيعوا أن يصلوا إلى الطاقات العجيبة بتاعت الروح البشرية بتاعته لما تشوفوا ناس زي اليوجة زي الهندوس بتدريب عجيبة يصلوا إلى طاقات الروح دي مجرد عمل بشر ما دخلناش لسه في الروح القدس فلو الإنسان استفاد من الطاقات الروحية التي فيه واتحد بالروح القدس ده يبقى عجب في عجب لا تقول لي ليوجة ولهندوس والعجبة ده هنا عمل للروح القدس شركة الروح القدس مواهب الروح القدس إمتى نسمى إن الإنسان إنسان روحي؟ نسميه روحي بحاجتين لما يسلك حسب الروح وثانيا لما روحه تنقاد بالروح القدس لأن الكتاب في رمية تمانية قال عبارة جميلة جدا قال إيه؟ قال لأن الذين ينقادون بروح الله هؤلاء هم أبناء الله الذين ينقادون بروح الله هؤلاء هم أبناء الله يعني ينقادوا بالروح الله روح الله بيعلم بيرشد بيبكت على الخطيئة بيقود الحياة الروحية قال يعلمكم كل شيء يذكركم بكل ما قلته لكم يرشدكم إلى جميع الحق إصححات الروح القدس تجدوها من يحن 14 و15 و16 كلام جميل جدا عن الروح القدس فإذا كنت أنت بتنقاد بالروح القدس يبقى تبرهن فعلا على أنك أنت ابن الله البنوة دي من الشكليات ولا رسميات لا دي حياة لأن أولئك الذين ينقادون بروح الله هؤلاء هم أبناء الله تنقاد بفكرك البشرين تنقاد بكلام الناس تنقاد بمعرفة بشرية نجدين بنوة لله لكن الذين ينقادون بروح الله هؤلاء هم أبناء الله من الناحية السلبية أن الإنسان لا يحزن الروح ولا يطفئ الروح ولا يقاوم الروح ولا يجدف على الروح نقول لهم تاني لا يحزن الروح لا تحزن روح الله الذي به ختمته ولا يطفئ الروح لأن الروح القدس بيعطيك حرارة روحية وبيتركك لحرية إرادتك تستمر في الحرارة كويس تشعل للحرارة وتلهبها يبقى عال العالم تطفئ هذه الحرارة ممكن وإيه الفرق بين القدسين والأشرار الروح عمل في الاتنين الروح بيعمل في كل حد حتى غير المؤمنين بيعمل فيه لكن الشرير رفض روح الله ولم يعمل معاه ولم يشترك معاه في العمل القدس اشترك مع روح الله وفضل يشترك مع روح الله لغاية لما جعل إرادته خاضعة تماما 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 مستسلمة تماما تماما لعمل الروح بقى الروح يعمل فيه كل شيء فلا تقاوم الروح لأن روح الله بيعمل فيك لكن لا يلغي حريتك روح الله بيعمل فيك لكن لا يلغي حريتك حريتك ما تزال موجودة تقبل العمل مع روح الله أو لا تقبل انت حر لو قبل العمل مع الروح تلاقي الروح يعطيك حرارة في حياتك حرارة روح الله الكتاب بيقول إلهنا نار آكلة فروح الله بيعطي حرارة الملائكة اللي هم أرواح وينقادوا اللي روح الله تماما قيل عنهم الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه نارا تلتهت نار تلتهت نار تلتهت وذلك الروح القدس لما حل في يوم الخمسين بهيئة ألسنة من نار التلميش عليه نار بقوا جمرات من نار تقاذفت في العالم كله إلى أن اشتعل العالم كله نارا نسيح ألجئت لألقي نارا ماذا أريد لو اضطرمت ما هذه النار الروح القدس عشان كده قالت كونوا معمدين بالنار نار بتشتعل في الناس ولهذا بولس الرسول في رمية 12 يقول حارينة في الروح لما الروح القدس يعمل فيك تلقيك إنسان ملتهد بالنعف واحد يفتكر إن الوداعة إنه يبقى طيب وغلبان ومسكين وكمشان في روحه وجثة هابدة في الكنيسة دا روح القدس دا دا روح القدس فيك يشعللك تبصلق نفسك مش أعلم مش مش أعلم وكل واحد يتصل بك يشعلل هو راخر ماهو التلاميذ كانوا كده مملوئين من حرارة الروح وكل واحد يتصل بهم يمتلع من حرارة الروح زي واحد قعد جنب دفاية تبصلق جسمه سخر أي واحد يرمسه يلاقيه سخر اللي قعد جنب دفاية بيسخر فأنت تبقى حر بالروح لما تكون حر بالروح تكون صلواتك صلوات حارة خدمتك خدمة حارة كلماتك كلمات حارة تكون حار في كل عمل تعمله لأن الروح بيشتغل فيك فيه حرارة الروح القدس بتعمل فيك واللي يشتغل بالحرارة دي تلاقي الحرارة تلهب قلبه بالمحبة ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا